موسيقى سنبدأ حبديثنا بتمرين التمرين هذا الهدفين سنتعرف عليهم فيما بعد التمرين هو عبارة عن كيف تعد عكسي من عشرة إلى واحد من عشرة إلى واحد والعد يكون بطريقة عكسية عندك ثلاثين ثانية من أجل أن تفكر كيف تعد عكسي من عشرة إلى واحد أغلب الناس قامت بالعد من عشرة إلى واحد بالطريقة التالية عشرة تسعة ثمانية سبعة ومن ثم للوصول إلى الواحد وهذا طبعا خطأ وليس هو المطلوب المطلوب من عشرة إلى واحد وبالعكس إذن بالعكس أبدأ بالواحد فأنا قلت من عشرة إلى واحد بالعكس إذن أبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا التمرين يعلمنا نقطتين أساسيات النقطة الأولى أن الكلام الذي ياسين تسمعوه هو كلام مختلف تماما لأن ياسين نخاطب العقل والقلب فيحتاج إلى تركيز لكي نستوعب موضوع النجاح أما النقطة الثانية أغلب اختلافاتنا لأن نجلس في زاوية معاكسة أو زاوية مختلفة عن الزاوية التي يحاول الشخص الذي نتعامل معه أن يوصلها إلنا فأغلب اختلافاتنا نتيجة جلوس في زاوية مختلفة نبدأ موضوعنا عن النجاح هناك تعريفات كثيرة عن النجاح كثيرة جدا عن النجاح قد تتجاوز أكثر من عشرة آلاف تعريف لكن أفضل تعريف وجدته للنجاح هو تعريف للدكتور طارق سويدان قال أن النجاح الشامل هو عبارة عن توازن للعقل والروح والجسد والعاطفة بحيث أن النجاح في العاطفة والنجاح في الجسد والنجاح في العقل والنجاح في الرابع العقل الجسد العاطفة والجسم وبالتالي هذا هو الأركان الأربعة للنجاح موضوعنا اليوم يتكلم عن النجاح مع الذات وليس النجاح بشكل عامل النجاح مع الذات له مبدأ رئيسي واحد فقط هو أنك أنت مسؤول عما يحدث لك فكل محاضرتنا فيما بعد تعتمد على هذا المبدأ أنه أنت مسؤول عما يحدث فإذا فشلت فهذا الفشل أنت مسؤول عنه وإذا أنت ناجح فهذا النجاح أنت مسؤول عنه وبننطلق في محاورنا أو محتويات محاضرتنا الباقية على هذا المبدأ ترجمة نانسي قنقر